موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة التي سوف نتحدث فيها عن الحرائق التي تستهدف غابات الجزائر مباشرة بعد استفتاء تعديل الدستور نذكر في هذا السياق أنه في مطلع أوت 2020 أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت في تلك الأيام بينها حرائق الغابات وأكد حينها بيان لرئاسة الجمهورية يشمل هذا التحقيق الفوري الكشف على أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات نقص السيولة في بعض البنوك والمركز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في برقيتها أن الوزير الأول عبد العزيز جراد قال إن ظواهر نقص السيولة بمركز البريد وحرق الغابات والنقص النسبي في التزود بالمياه الصالحة وانقطاع الكهرباء المسجلة مؤخرا بعدة مناطق هي أعمال مدبرة مباشرة بعد إعلان نتائج استفتاء تعديل الدستور والتي كانت مشاركة هزيلة جدا ونتائج لن ولم تكن في مستوى الجمهورية الجديدة في ظل وجود الرئيس عبد المجيد تبون في المستشفى في ألمانيا في ظروف صحية مفتوحة على كل الاحتمالات تندلع فجأة هذه الحرائق وتنتهم وتصل من الغرب الجزائر تصل إلى ولاية تبازا هذا عنيمة كارثة بمعنى الكلمة الفيديوهات التي تم تنقلها تعبر على أن الأمر غير طبيعي جدا القراءات التي يمكن أن نتحدث عنها أن هذه الحرائق إما مفتعلة أو غير مفتعلة هكذا تقول القراءة المفتعلة فيها إما من جهات تريد طيملة مثلا الدستور جهة داخلية أو جهة خارجية بعد مرور الدستور إشغال الناس هذا احتمال مطروح جهات تتسارع حول مصير الدولة بعد مرض الرئيس عبد المجيد تبوت والذي كما قلنا وضعه الصحي أراه أجهزة تنفس الصناع الله أعلم كيف يكون وضعه إما يأخذ الله أمانته ونسأل الله له الشفاء أو يبقى على نفسه أو يتعافى وطبعا المرضى بكورونا لا يمكن أن يعودوا إلى وضعهم الطبيعي إن وصلوا إلى هذا الوضع البائس الذي وصل إليه الرئيس عبد المجيد تبوت أيضا أنه فعل معزول من جهات إجرامية هذا ممكن يطرح هذا الاحتمال أو أنه مشروع ضغط تمارسه بعض الجهات بعد ذهاب الرئيس تبوت إلى المستشفى ويراد منها إنهاء هذه المرحلة معناها إنهاء مرحلة الرئيس عبد المجيد تبوت التي هي استمرار لتلك المرحلة أو المسار الذي أعلنه القايد صالح منذ اندلاع الحراك الشعب أو أنها غير مفتعلة وأنها من الصدفة بمكان تحترق كل هذه الغابات في عدة مدن من الغرب الجزائري وتصل إلى تيببازا وهناك من يتحدث أنها انتدت حتى إلى الشرق الجزائري وما إلى ذلك ونذكر في هذا السياق ليس من الصدفة طبعا ليس من الصدفة أو أن الأمر غير مفتعل أن تشتعل كل هذه الغابات نذكر في البليدة في غابة الشريعة وهران في غابة مدغو طفراوي في تيببازا في غابة قورايا تلمسان بجايا سعيدة سيدي بن عباس مغنية بو مرداس لبويرش لف باتنا وامتد الأمر إلى عدة ولايات أخرى معناها لا يمكن أبدا أن يكون غير مفتعل وتندلع مرة واحدة لو كان يكون غير مفتعل ممكن غابة وغابة مزاورة ومش بعيدة عليها امتد لها مثلا أو يندلع في غابة وبعد ذلك يتمدد إلى عدة غابات مزاورة هذا ممكن نقول أنه غير مفتعل ولكن أنه يضرب في كل هذه الولايات تقريبا الغرب الجزائري كله ويمتد يصل إلى باتنا ويصل إلى عدة ولايات هذا أمر غير طبيعي ولا يمكن أبدا أن يكون غير مفتعل هو مفتعل لنبتعد عن التحليل لنبتعد عن التحليلات ننطلق من منطق المعلومات لما ذكرنا تصريحات وما أمر به الرئيس تبول في أوت 2020 بتلك التحقيقات في تلك الفترة بالضبط تحدث تقرير أعدته وزارة الداخلية عن الحرائق التي ضربت منطقة القبائل ومما ذكرته وأكدت عليه وزارة الداخلية أنها حرائق مفتعلة وأيضا ذكرت نقطة خطيرة وأن الحرائق من المحتمل جدا ستتوسع وقد تصل إلى الشرق والغرب وأكد التقرير أنه شوف الخطير جدا أنه في غضون ثلاثة أشهر من المحتمل جدا عودت الحرائق بقوة خاصة مع فصل الخريف مع فصل الخريف الذي يكون فيه الدنيا الضباب وكذا كذا مما يسهل عملية حرق الغابات من طرف هذه العصابات الإجرامية التي تخدم أجندات معينة هذه المعلومات تحصلنا عليها حصريا مباشرة بعد حرائق الغابات تحصلنا على عدة معلومات سأسخولها معناها أن وزارة الداخلية توفرت لديها شواهد وتوفرت لديها معلومات أن هذه الحرائق ستندلع مرة أخرى معناه أن قضية أن الحرائق مدبرة انتهى منها الأمر ووزير كما ذكرنا أن الوزير الأول عبد العز جرات قال بأنها مدبرة إذن مدبرة من طرف من؟ خلينا سنأتي له ولاحق أيضا في نهاية أكتوبر في أواخر أكتوبر أو في الأسبوع الأخير من أكتوبر مصالح الاستخبارات الجزائرية أعدت تقرير وجهته إلى السلطات العليا تكشف فيها عن معلومات حول مخططات لتفجير الأوضاع مباشرة بعد الاستفتاء على تعديل الدولة ومما ذكره مما ذكرت الاستخبارات الجزائرية في تقريرها أنه ممكن حرق غابات منطقة القبائل مرة أخرى استهداف أشخاص والاعتداء عليهم وقد تصل الأمور إلى اغتيالات لأشخاص بارزين معروفين من الحراكي الشعبي من الحراكي الشعبي يعني أنها هذا الأمر غير بريد احتجاجات عنيفة ستشهدها بعض الولايات ومما سيحدث في هذه الاحتجاجات حرق الإدارات الأسواق المحلات الغابات ذكر أيضا الغابات والمعلومات أيضا التي وصلتنا أنه في اجتماع ليلة 1-2 نوفمبر بعد عشية الاستفتاء بعد نهاية التي بدأت هذه الاجتماعات بعد نهاية الاستفتاء الشعبي تم الحديث عن تحركات استخباراتية في الغرب الجزائي وعبر الحدود لعناصر مدنية مغربية ولكنه من المحتمل جدا أنها تعمل لصالح الاستخبارات المغربية أو استخبارات المخزن كما سمنا أيضا في اجتماع من اجتماعات الجيش الأخيرة التي شرع فيها منذ نقل الرئيس تبون إلى المستشفى الألماني بسبب مرضه وإصابته بفيروس كورونا وأيضا استمرت هذه الاجتماعات إلى ما بعد الاستفتاء عمر الفريق سعيد جنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قادة القوات للاستعداد لمرحلة صعبة ستدخلها الجزائر وذكر من بينها احتمال كبير لعودة الاحتجاجات لكن هذه الاحتجاجات لن تكون سلمية أو أن هناك من سيخترق إحدى المظاهرات ويحولها من مظاهرات سلمية إلى احتجاجات غير سلمية تستهدف فيها الأملاك العمومية ويستهدف فيها حتى أجهزة الأمر والشرطة وما إلا ذلك أيضا حذر من أفعال إجرامية تستهدف الإدارات والمنشآت والغابات إذن الدولة الجزائرية من خلال هذه المعلومات التي توفرت لدينا كانت تعلم ولديها المعطيات أنه من المحتمل جدا دخول الجزائر في مرحلة تخريب في مرحلة فوضى بعد الاستفتاء على الدستور إلى جانب وضع الجائحة جائحة كورونا التي دخلتها الجزائر والتي بدأت الأرقام تتصاعد وربما ستظهر أرقام أخرى وحتى الوزير الأول كما تعلمون تحدث عن إجراءات قاسية ستتخذ في الجزائر من أجل ووجهت هذا الوباء الذي صار في في مرحلته الثانية ويهدد أمن العالم ويهدد اقتصاد والدول ويهدد الشعوب وصحة والصحة العامة في كل العالم إذن وهذه هذه معطيات من مصادر موفق ترى هل للجيش أو للأمن أو الأجهزة اتخذت احتياطات اللازمة الجزائر بلد شاسع يا جماعة مهما كانت قوة الجيش ومهما كانت قوة الأجهزة الأمنية من الصعب جدا أن تغطي هذه البلاد الشاسع خاصة أنه فعلا اندلعت هذه الحرائق مع مرحلة فيها نشوف فيها الضاب وغبار هكذا وكذا 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 وخاصة أن هذه الأعمال الإجرامية تجري بأدوات داخلية ولا يمكن أبدا أن تأتي من المغرب أو من المشرق أو من المالي أو من النيجر أو من أي مكان آخر وتقوم بمثل هذه الأفعال هذه بأدوات داخلية وهذه الأزمة تؤكد على أن الأمن القومي الجزائري في خطرات وأيضا تثبت بأن التخوفات التي كنا نتحدث عنها بسبب استفتاء هذا الدستور كانت واقعية فعندما كنا نقول أن الوقت غير مناسب من نائحية جائحة كورونا الأوضاع التي تعيشها البلاد لا يمكن أبدا أن تعيش الجزائر تحول كبير ما يكون سلس إلى هذه الدرجة سيدفع الثمن وشفناها من قبل مباشرة بعد فوز جبهة الإنقاذ أنا ذاك في الانتخابات وإيقاف المسار الانتخابي أبي جابوا محمد بوظياف جابوه من المغرب بقي فطرة ما كان ستة شهر تم التصفيته واغتياله على المباشر لا يمكن أبدا أن نعيش هذا التحول من دون أزمات كبرى فالجزائر دولة مستهدفة في طرواتها مستهدفة في استقرارها هناك هناك شبكات داخلية ولآتها إلى دول خارجية ولمشاريع خارجية لذلك ليس من السهل بمكان أن يحدث هذا التحول السلس من دون أن تدفع الضربة لذلك قلنا مرارا وتكرارا أن الإقدام على هذا الدستور المرفوض شعبي ليته كان مقبول شعبي بل أن هذا الدستور فرق الجبهة الداخلية للجزائر واعتبر قنبلة موقوطة رميت بين الجزائريين وفرقت ومزقت شملهم بدل أن تكون هناك إجراءات لتوحيد الجزائريين واستعادة ثقتهم في الدولة الجزائريين فإحداث مثل هذه الجرائب رائم في ظل أيضا عصابة تغلغلت في دوليب الدولة عصابة بوتفليقة يا جماعة ليست يحيى الذي نراه في السجن فقط ولا سلال ولا ترطاق ولا توفيق ولا غير ليس هذا فقط هذه فقط رؤوس هناك دولة بوتفليقية عميقة تمت صناعتها على مدار عشرين عام من الحكم لا يمكن بين عشية وضحاها أن تجدثها رأينا ما فعله القيد صالح ورحل فجأة في ظروف الله أعلم بها والآن الرئيس في الطرق قياسية ما وصل العام راه يرقد في مستشفى في ظرف صحي سيئة وتتحد معلومات أن الرئيس تبون بعد إصابته بفيروس كورونا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات بشبهة أنه تم نقل فيروس كورونا إلى الرئيس بصفة متعمدة بصفة متعمدة أم أمدة من طرف من؟ هذا لدى الجهات التي تقوم بالتحقيق لا ندري هل ستكشف الحقيقة أم تغضو على هذا الطرف مثل ما تم السكوت وغطي ملفات سابقة من قبل على كل حد المهم إخواني الكرام هذا الحرائق الغابات يجب أن تحفز الجزائريين في هذه المرحلة بالذات أولا على التضامن فيما بينهم مساعدة الناس اللي هربوا وخرجوا من بيوتهم يجب على الجزائريين أن يكونوا يد واحدة على المستوى الشعب أمر آخر على السلطات أن تدرك تماما أن الجزائر ليست لعبة وأن الجزائر في خطر حقيقي يجب السلطات أن تراجع تراجع نفسها تراجع الإجراءات التي تقو بها فالقضية لا تتعلق بعصابة داخلية تجذرت فقط في دوليب الدولة بل أيضا هذه العصابة وهذه وهذه الشبكات لديها ولاءات وخدمة لمشاريع خارجية بينها التي تمتد إلى الشرق والغرب لذلك على السلطات الجزائرية أن تعمل في إطار توحيد الجزائريين فمثل فمثل هذا الدستور فرق الجزائريين وخرق شرخا واسعا بين حتى الذين آمنوا بالمسار الدستوري والذين آمنوا بأنه لا حل الجزائر إلا مسار دستوري لبناء مؤسسات الدولة بطريقة واضحة وشفافة وعلى أسس صلبة هذا فرقهم وأنت الآن إذا مشيت في خيار آخر الآن الرئيس مريض الله أعلم كيف يكون حاله نتمنى له الشفاء ولكن الاحتمالات كل واردة قد يتوفى قد يكون عاجز على الأقل أنه إذا تم اتخاذ مسار دستوري جديد يتخذ على قواعد صحيحة أما القواعد الهشة والطريقة المضحكة والطرق السخيفة التي يجري التعامل بها مع هذه الأوضاع ستؤدي إلى انفجار آخر ستكون الوحدة الجغرافية الجزائر في خطر حقيقي وأيضا الوحدة الديمغرافية للجزائريين أيضا مهددة بالتمزق أكثر مما هي متوزقة ومثل ما نراها الآن بالمختصر المفيد إخواني الكرام أن حرائق الغابات خطيرة وستتبعها أزمات أخرى وسيواجه الجزائريون الكثير من الأزمات قد تصل إلى أمور أمور خطيرة جدا تهدد حياة الناس وكذا 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 مثل هذه الأمور قد يجري نشر حتى فيروس كورونا بطرق متعمدة من أجل ضرب هذا ضرب الواقع الجزائري ومن أجل إشغال الجزائريين وإغراقهم في أزمات حتى تكون الجزائر في متناول الأشباح يعملون في الظل وفي الظلام من أجل هيمنة على ثروات الجزائر ومن أجل أيضا إفساد طراث الجزائر وهويتها وحضرتها وتاريخها وقيمها وما إلى ذلك من هذه الأمور على الجزائريين أن يكونوا يد واحدة هناك من يتربس بأمنهم هناك من يتربس باستقرارهم ليس من الخارج فقط بل في الداخل أيضا وهذا لا يمكن مواجهته إلا بسلطة تعي جيدا ما يجب عليها أن يكون في مثل هذه الظروف ويجب عليها أن تعمل على استعاد الثقة الجزائريين وبناء مؤسسات على قواعد صلبة تلتحم حولها الجبهة الشعبية الجزائرية على قلب رجل واحد أما أنها تمارس ممارسات تزيد الهوة وتجعلها تتوسع أكثر ما بين الدولة والشعب أعتقد أن هذا سيكون في خدمة كل خففيش الظلام الذين يعملون على ضرب الجزائر واستهدافها وتدمير كيانها ومنشآتها وبنيانها والانتقام من تاريخها وحاضرها ومستقبلها أيضا نسأل الله تعالى الخير لبلادنا فليس لنا وطن سواها وأيضا نتمنى الخير للجزائريين والخير لكل الأوطان التي تعاني من صرعات كبيرة ستتجدد أكثر مع تحولات كبرى يشهدها العالم وفي مقدمتها ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية بعودة المحافظين الجدد إلى مشهد الحكم وعودة الفوضى الخلاقة التي هي هلاك بلا أدنى شك مجددا إلى المطق شكرا لكم إخواني الكرام على حسن المتابعة وأدعوكم إلى نشر هذا المقطع على نطاق واسع حسب المستطاع لديكم بارك الله فيكم ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى وفي قضية أخرى جديدة وأنتم في صحة وعافية واستقرار وهدوء إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر